إغماء أحمد رفعة لاعب فيوتشر في مباراة الاتحاد ونقله بالإسعاف إليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة شهدت مباراة الاتحاد السكندري وموديرن فيوتشر تعرض أحمد رفعة لاعب فيوتشر للإصابة والإغماء وسقوته داخل أرض الملعب قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطيرة وطالبت جماهير الاتحاد بإنهاء المباراة وعدم استكمالها باعتبار أن المباراة كانت في الدقيقة التسعون وقام الحكم بإسقاط الكرة وبعدها أطلق صافرة النهاية بدون احتساب وقت بدل الضائع وتعدل الاتحاد السكندري مع موديرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين على السادة الإسكندرية دمن منافسات الجولة السادس عشر من مصابقة الدولة المصر الممتاز بإذا تعادل وصل الاتحاد إلى النقطة 24 في المركز الرابع بينما ارتفع راسيد فيوتشر إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر بشكركم على حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر